طيب جدول الدوري تعهدات وأيضا مسؤوليات جدول الدوري أو تساؤلات جدول الدوري الالتحاد أو اللجنة المؤقتة اللي بتدير الاتحاد الكرة حسنا فعلت والتزمت وأعلنت الجدول لغاية نهاية الدور الأول لكن فيه تساؤلات كتيرة يمكن قبل بنتكلم في جزئية جدول الدوري واتحاد الكرة جزئية مدرب المنتخب الكل بيتكلم في الساعات الأخيرة على اقتراب الكابتن يهاب جلال من تولي مسؤولية قيادة المنتخب وفي المصر قالوا أن يهاب جلال خلاص لما حقائبه وحيمشي في برسعين رجع المصر بعد كده بعد ما قالوا لما حقائبه قال لك مكمل معانا ليه؟ في خلاف مع التحاد الكرة على تشكيل الجهاز المعاون إهاب جلال عايز يجيب ناس والاتحاد معترض وألاقي ناس كتيرة في الكتابات محملة كابتن محمد فضل عضو مجلس دارة الاتحاد إنه هو المصمم على إهاب جلال وإنه هو المسؤول عن هذا الملف مؤكد أبا شمونتز لمحمد فضل الواحده هيجيب مدرب ولا بقيت الترابيزة غايبة عن القرار البداية الصح ده قرار هيجيب إجمع اللجنة مؤكد مش أي حد مش على هواه مدرب بعينه فيشيله لمحمد فضل إذا كان محمد فضل مكلف بالتفاوض فمؤكد إنه بيعلن أو بيرجع كل ما تم للأستاذ عمر الجنيني وعضاء اللجنة فبالتالي الضغط على محمد فضل هذه الجزئية والخمس أسماء المطروحين ما تحتملش خلاف ممكن أبقى أنا عايز واحد لك اللي جايه واحد تاني مش حداي يعني الخامسة كلهم فيهم سمات كل واحد عنده حيثياته عنده حيثياته ومعندكش سبب تاخد منه موقف بالزبط يعني أنا كمسؤول في التعادل الكوري هاخد موقف من الأربعة تاني إنه إنه لما جاش ده لازم أمشي أو هدد بالاستقالة فسيبك عشان ما تضعش وقت في الحكاية دي لأن برضو في جانب مالي قد يعق هذا الاتفاق في مبلغ كبير جدا يقالوا إنه 3 مليون جنيه تسلموا الكابتن إيهاب جلال وتحده كرة وقولك أنا مالي ده مال عام والنظر مصري بقولك نظام بي أنت بتاخد مدارب بتاعي إلا أنا ده فعله هذا المبلغ طبعا دي نقطة ربما تكون هي دي النقطة اللي تحول طبعا لأنه طبعا دي حصلت قبل كده بين إنبي وزمالك خد برضو مقدم تعاقد كبير ولما راح زمالك راح على إنبي المبلغ ده في كل أحوال نتمنى إن موضوع مطرحة كل الأسماء أنت فعلا يعني اختصرتها كل الأسماء المطروحة كله عنده حيثياته اللي تؤهله لقيادة هذا أو قيادة المنتخب في هذا الظرف كلهم بلا استثناء أو على فكرة والتأخير ملوش معنى آه أنت اللي اخترت أي حد يا سيدي واتكل على الله وكمل عندك عندك مبرراتك الكافية وما فيش حد فيهم يعني يا توب أنت لبس واحد ما انتش عارفه كلهم معرفين طيب علينا وعليك بخير وكل سنة وانت طيب الجمعة بداية الموسم الجديد آه السوبر بداية الموسم الجديد حتى وإن كان سوبر بأسر رجعي سوبر بتاع الموسم اللي قبل اللي فات بس ما علينا أهو السوبر وخلاص شي من لشي أن تأتي متأخرا خيرهم من ألا تأتي جاي هذا السوبر بتاع الفين وسبعتاشر الفين وطمانتاشر بما أنك بتقول ده بتاع الموسم اللي قبل اللي فات آه هو السوبر ده مش كان له جايزة آه إزاي يعلن دلوقتي أنه بدون مجواز مالية طب هو أنت جيت في الجايزة آه لا مش ده على لاحة قديمة أنت عايز تقول بعد كده أبو بيتلعب ليه هي واجه على دماغه وخلاص آه يعني إيه هو كان له جايزة وشرك الرعية واخدها بتمنعها ها بتمنعها الجايزة بتمنعها وليه حق آه فأنت بتديه حقها بتاخد منها حقك طبعا فأنت هي الوطعي ليه أنت بتعلن أنه ما فيش جايزة سيبك من دي عشان ضيع وقت فيه بس ده تعليق عب طب ليه هلايحة ولا لا يعني بصوا يا جماعة ده بداية وده الكلام لللجنة اللي بتدير اتحاد الكورة عشان يبقى الكلام في الوضوع السوبر بداية موسم يفترض أن يدار بلايحة الموسم الجديد معلوماتي أنه حتى الآن حتى اليوم الأندية لم ترسل إليها ليحة المسابقة بتاعة الموسم الجديد كنت بتلأول لجنة المسابقة ألا مكان مع السوبر ولا المسابقة المسابقة ما هو ده بداية ده بداية الموسم لأ معلشي بس ده سوبر بساني قبل الفتح هتلعبوا بلايحة جديدة بس هتستهل بيه الموسم الجديد معلشي لا هتلعبوا بلايحة هتلعبوا بلايحة هتلعبوا بلايحة انت هتلعبوا بلايحة هتقصر ده وحنضيع وقت هنا فيه كتير مش مهمة دي واخد بالك عشان ينبي حتى الآن حتى الآن بس في كلام عزين نيل حنقوله طب حتى الآن الموسم لم ترسل لايحة الجديدة المباراة اللي جاية هتدرب أنهي مسابقة دي حاجة الحاجة التانية الجدول اللي أعلنه باش مهمة ده جدول لنهاية الدور الأول ملاحظاتك عليه ماشي نلتزم بيه اه بلاحظاتي اللي هيلعب الساعة ثلاثة ونص الساعة خمسة واكثر من المباراة ملاحظاتي طبعا قد تفيدك قد تدورك دلوقتي وتفيدك بعدين اه ان ازا مالك هيلعب مساء عشرة ولا احداشر مباراة ورا بعضهم في القيارة اه اللي هلي حيخرج اي اه اللي بيبتدي بقدر وبيركب فيها ميزة لكن في نهاية الموزن بتتحول إليها سلبية ماشي القرع جابت كده وكواس ان الاهل وزمالك في الأسبوع الرابع مش في الآخر في الأسبوع الرابع اه يتلعب الماتش كده وقبل احتدام الأمور اه انما هيبقى يوم سمعتاشر عشرة الالتزام اه الالتزام بهذا الجدول بالملاعب بالتوقيتات نقشفوه يبقى ده اول اول نقطة نجحنا في تنظيم اه لو تم كده في نقطة بما انه قبل ما تعدي ماتش السوبر لان فيه كلام كابتن جمال غندورة واحدة واحدة بسرعة من غير ما ضايح وقت اه قلنا كويس قوي بس يا رب يبعد عن أوروبا الشرقية اه لان كل الحكام اللي جات السنة الفاتت سربيا ورومانيا ومش عارف ايه حاجات كده عايزين من الدول التقيلة اللي هي الناس مستقرة وما تقدرش تقول كلمة يعني فقال لك النهاردة سمعنا انه بيقول ان الحكام اوروبا مشغولين هتجيب منين امريكا الجنوبية هتلينا من الدول العريقة في امريكا الجنوبية ماشي هنقبل هذا بس من فضلك مش هدينه فاجأ اه ملحناش لان روحنا متأخرين لامريكا الجنوبية والقطر ماشي والقطر ماشي ونعب تاني بالنفس الكمساري طيب دي في جزئة الحكام لمباراة السوبر في جزئة الجدول جدول الدوري الاهل يلعب مع اسوان في شهر عشرة ساعة ثلاثة العصر ايوا انا بقول الاجتماع اللي كان عقد لمندوب الاندية مع اللي هو سروة تسويلم قبل ما يمشي كل مندوب الاندية قالوا لمندوب اسوان عشان نلعب في اسوان او في الجنة لازم نلعب بالليل عشان تبقى الفرصة اضاءة الفرصة متساوية بين الكل وفي اضاءة مش مفيش بالضبط اتحاد الكورة المباراة الساعة ثلاثة العصر الاهل يلعب في اسوان في عز الحر ليه هنا هنتكلم على تكافؤ الفرص لانه هيجي يقول لك ما هو الفريق التاني المنافس اي منافس هيروح يلعب في اسوان في الشتاء فمش هيبقى الحر احنا كده بدأنا ندخل جزئية عدم التكافؤ ملعب اسوان فيه اضاءة مسؤولي استاد اسوان بيتكلمه على انه فاتورة الكهرباء بتبقى غالية جدا اعلى من قدرات النادي طب ما ده استاد الشباب والرياضة هل وزارة الشباب والرياضة في دعمها للمسابقة او دعمها للموسم الجديد صعب عليها تدفع فاتورة الكهرباء لنادي اسوان اذا كانت الناس ظروفها كده عشان نوحد المعيار وعشان ننجح المسابقة على الجميع اله اللي يروح يلعب بالليل والزمالك يلعب بالليل والاسماعيل يلعب بالليل سواء في الجونة او في اسوان فدي جزئية كانت هاتتحل وكان فيه تعاهد عليها في فترة تولي سروة سويلة من ادارة الاتحاد نتمنى انه انت حطتها دلوقت وقلت المباراة ثلاثة عصرا للاهلي ده مش هيمشى على بقية الناس لانه هنبقى دخلنا في الشتاء زي بالظبط جزئية ما هو الاهلي لعب بصفقات يناير مباراة الدور الاول طب وفان اللي كانت تلعب بصفقات السنة دي ماذا لا خد اللي جاي خد الكبيرة الدوري لغاية نهاية شهر اتناشر هيكون باقي فيه ستة اسابيع كمان يعني كل الاندية هتلعب ستة اسابيع في صفق من الدور الاول بصفقات يناير مش مباراة ولا اتنين ستة بس لما كانت الاهلي كانت المسألة لانه كلام ما انت عارف يعني كانت بيتقال يعني مشبوه يعني اي حاجة اي الاهلي ما يكسب حيقولك دي تساؤلات كتيرة نتمنى ان شاء الله اللجنة مش لا لانه ما فيش لجنة مسابقات بالمناسبة هو المساز الزناتي لوحده اه هو مقرر او مدير ادارة المسابقات في الاتحاد انما حتى الان لم يعلن عن تشكيل لجنة هي ادارة للمسابقة نتمنى لهم كل التوفيق لكن المؤكد يبقى كده لا 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 هنفضل نقول ملاحظات اول باول لا لا دي 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 ملاحظة مهمة جدا اه يبقى هو مش هياخد اي قرارات اه خاصة بالمسابقة لانه هيبقى قرارات فردي يبقى عشان كده ما فيش لايحة اه عشان كده بعتوا الامور لل الانضباط للاجنة الانضباط طب ما احنا عايزين لايحة الانضباط برضا اه او لايحة المسابقات اللي هتستند اليها لايحة الانضباط اي لايحة رايحة وجاية هتستنده اليها تتبعت مسبقا للاندية عشان يعملوا حسابه عشان يبقى مفيش عقوبة الا بالنص اللي موجود عند الانضباط اللي تعليل حسابه ويبقى عمل حسابه ماعملش كده عشان ما يتعطيبش بالزبط كل التوفيق ان شاء الله دمتم للاهل دائما ودام لكم الاهل بس انا ما قلتش هم حاجة بإذن الله تعالى هنا بين الديني الديني دقيقة لسه عندنا دقيقة تاخد ديها اه فضل الكرة في ملعبك اه اولا واخيرا يا مين يا جمهور الاهلي اه تريد ان تلعب مباراة الاهلي بجماهير الكرة في ملعبك ما تديش لحد فرصة يصطادك ما تخرجش عن ناص تبقى ركز كده وتقيل وفاهم انه فيه واحد جاي يستفزك عشان يغلطك عشان تعاقب كلام اللي بيتقال للسفزات جماهير الاهلي بيعيدوا بقى وخليوكم ناس شك كده وفاهمين الفولة استحملوا شوي عشان نادي الاهلي اوعى تنجرفوا وده بالنسبة لمباراة طب انتوا بقى علاقتكم ايه بالنادي الاهلي ما تتحولوش الى وسيلة ضغط انتوا كل حاجة كل حاجة كل حاجة لازم يبقى لكم رأي فيها بيننا ومن بعد تعالوا انه بقى يبقى لنا رأي اللي عايز ينقض حاجة روح بيتك وقول للمسؤول اللي انت عايزه لكن ما تديش فرصة لحد يعتقد ان الاهلي يعاني من جماهيره حلقة الخميس مؤكدة يبقى فيها كلام مهم جدا للجمهور ليلة الصوبر دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير ان نلتقي في الحادات عشر مساء الخميس القادم ان شاء الله ودائما الاهلي زين النواد